متابعي قناة أسرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم في حلقة جديدة نسابع فيها تداعيات قرار رئيس الحكومة جيم المشيشي إقالة وزير الصحة أو إنهاء مهام وزير الصحة الدكتور فوزي المهدي شكون فوزي المهدي وكيفش كانت ردود أفعال مختلف الناس على هذه الإقالة أو إنهاء المهام إذا بش نتابعوه في هذا الفيديو ولكن فضلا وليس أمرا كانت أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تفعل الجرس بشتسلكم الفيديوهات القادمة مرحبا بكم ننسي كل المرحبة بتفاعلتكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو بلغ صدر عن رئيسة الحكومة تونسية يعلن أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قرر إنهاء مهام فوزي مهدي على رأس وزارة الصحة وتكليف محمد ترابلسي وزير شؤون الاجتماعية وزيرا للصحة بنيابة أولا فوزي مهدي تم انهاء مهمه هو للإشارة في أنه تم تغييره في التحوير الوزيري اللي صار في جانفي الفيت ووزير الصحة الجديد اخذ الثقة أو نال الثقة من البرلمين ولكن بسبب عدم أداء اليمين لم يلتحق بمهمه بعد مدة هشام المشيشي شنو عمل جالي الوزراء اللي هو يعني استغنع اليوم واستغنع على خدمتهم في التحوير الوزيري وخرجهم الكل واعطاء لوزارات تمتاحهم الوزراء أخرين ما زالوا في هذه الحكومة الحكومة بالنيابة لكن هو أبقى على وزير الصحة لماذا؟ لأن الوضع الصحي والوضع الوبائي هو اللي يحتم أنه على الأقل زراء ما تقعدش بوزير نائبها وكي يكون فما رئيس حكومة صحيح هو أقاله أو معناها غيره في التحوير الوزيري ولكن بعد أبقى عليه شكوره هو فوزي مهدي للإشارة وفهمة برشانيس ما تعرفش فوزي مهدي هو طبيب يعني دكتور وزير دكتور وهو طبيب عسكري تابع للمؤسسة العسكرية يمكن برشانيس ما تعرفش المعلومة هذه يمشي في بالها اللي هو مجرد وزير أو أنه طبيب هو طبيب عسكري وفوزي مهدي اقترحوا رئيس الجمهورية قيس سعيد في تحوير السامحوني في تشكيل الحكومة على هشام المشيشي وأصار فيه من بين جملة من الوزراء اللي كان اقترحهم قيس سعيد المهم هو ينتمي إلى الطب العسكري وإلى المؤسسة العسكرية وقيس سعيد حطوا لأنه عنده فيه ثقة وحتى في تصريحات يعني فوزي مهدي اللحظة ديما فما وليه في التصريحات امتعه لرئيس الجمهورية يثمن تحركات رئيس الجمهورية يحكي عليه برشة تقريبا في كل تصريح وكأنه بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة يوجه له تحية المهم تم اليوم يعني اعفئه أو انهاء مهامه نهائيا يقول القيلة عليش تم انهاء مهام وده يقول على خلفية ندوة صحفية عملها قبل العيد بنهار واعلن اللي رأوا نهار العيد بيش يلقحوا للناس الكل اللي عمره ثمونتاش فما فوق يمشي لمراكز التلقيح وهبتوا قائمة تقريبا كل ولاية فيها مركز تلقيح يعني محلول نهار العيد فما بعض اللي فيهم زوس المهم اغلب الولايات فيهم مركز تلقيح واحد بيش يحل منهار العيد ماذي ساعة يعني بعد ظهر حتى كش لنهار ثني عيد السبعة متع العشية بيش يكون معناها يوم مفتوح اللي حاجته بيش يلقح يمشي يلقح برشة أصلا تطرح عليش الفكرة هذية اسكوخات رجيه برشة تلقيح وحيرين معنا في التخزين امتيح وماذا بيهم اكثر عدد ممكن يلقح وإلى لي ولكن فما خطأ هوني اللي صار وهذا سبب الايقالة انه العبيد مشيت يمكن هما ما كانوش يتوقعوا لي فما اقبال كبير من قبل الناس ولكن العبيد مشيت بشكل غريب من ثمنتاش فما فوق مشيه برشة ناس وولا ازدحام في قروان في مستير تقريبا في كل الولايات في القصرين وغير ويعني وليت دزني واندزك قديم مركز التلقيح وصفة طويل عريض ووللي لقح لقح ووللي ما لقحش قالوا لهم روحوا اليوم ما عادش فما خلي غدوة وبعد وزارة الصحة هبتت بلاخ وقالت معناه للي الاقبال كان كبير وقرت انه الناس اللي سجلت اليوم معناه في ايفاكس بشي لقحولهم غدوة ولكن بارتير من ثاني نهار في العيد فانه بشيكون التلقيح متاح فقط للاربعين خمسين سناء وثمنتاش سناء قالوا للمتون عايصوه لكم مرة اخر الخطأ وين هوني؟ الخطأ هو انك انتي تحل مركز التلقيح بصفة طوعية للنس كل جيتك هبة كبيرة من المواطنين اللي انتي عملتهم حجر صحي ولي انتي نبهت من التنقل بين المدن ولي 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 انتي لميتهم الكل ديزني ويندزك بش يدخلوا الصفوف والصور نشوفوا فيهم بارتو الحاجة الثانية هو انتي عندك معناها الناس اللي مسجلة في منظومة ايفاكس وعندك الشاباب مسجلين في منظومة ايفاكس كان انتي حاجتك بالشاباب كنت تنجبتها بعد ذلك لهم ارسليات قصيرة ويجيك العدد المطلوب العدد اللي حاجتك به انتي بش تلقحوا فقط عليش انتي تخليها مفتوحة باش الناس لكلها تمشي ويولي ديزني ويندزك وتولي وقتها احتمال يعني انتشار العدوى عدوى كورونا شفنا برشا يعني الحقيقة شفنا برشا ردود فعل بين اللي يسبه هشام المشيشي ويقول اللي هو ضحق وقدم فوزي مهدي كابش فيدي على هذا الخطأ في حين انه هشام المشيشي قبل بنهارين احضر اجتماع في بقر وزارة الصحة وصخصخ فيه وزير الصحة وكننا حكينا في فيديو سابق للكليم اللي وجهوله واللوم اللي وجهوله وروم مش بليش وانما هذك تمهيد الى اقالة فوزي مهدي اليوم اثبت هذا الكلام وفعلا الكلام هذك كان تمهيد لإقالة فوزي مهدي وتمت اقالته في اول فرصة واول خطأ هو خطأ صحيح ولكن هذا تتحمل زداء الحكومة وتتحمل اللجنة العلمية واللجنة الوطنية ووزير الصحة ولكلهم يتحملوا هذي نظرا لسوء تقدير الازمة شفنا الاكتذاذ في فيديوهيت على مواقع التواصل الاجتماعي برشا ولكن يعني اسألة تطرح على وزير الصحة كيف يجي تلبيلو بالشياء يخو مثل هذا القرار على نعني في ندوة صحفية انه يعمل ايام مفتوحة للتلقية هذي استنكروا الاعلمي سامير اللويفي وقال هل انت معنا ام ضدنا يخاطب في وزير الصحة حتى الفشل له قواعده واكرهاته ومنطقه وحدوده وانت فشل حتى في الفشل حسبنا الله ونعم الوكيل يقول هكذا هرلكم اللي فرقتوهم بالحجر الصحي وبعتوهم بحظر التجول وخسرتوهم في ارزاقهم وختمهم بالحجر والحظر والامن والخطايا بيش تمنعوهم رجعتوا لميتوهم من هارعيد بالاليف تحت سخانة قديم مركز التلقيح من غير تنظيم في صفوف طويلة وزحمة وتدفع وطلاسق ودزني ندزك وبعت قلتولهم برا وروحوا على رواحكم التلقيح وفيت في ربوع صف يقول زيدا اللي الوزارة لم توفق في تقدير حجم الاقبال يمكن كانت الظن اللي ما هوش بش يكون فما اقبال ولكن كان فما اقبال على عكس التوقعات فما توفرتش المراكز اللي يزمة كانوا ينجموا يوفروا أكثر من مركز في ولاية وإلا في ولاية مثلا يعملوا في المعتمديات مراكز وإلا توسامبلومو كانوا ينجموا يستنيوا اللي هو فلايامات الجاية بش تدخل المستوصفات وتدخل الصيدلية الخاصة يدخلوا إلى الاستراتيجية الوطنية للتلقيح وبش يشيركوا في عملية التلقيح بما أن توينسا مقبلين اليوم وشفنا الاقبال في نهار عيد وخليوا كل شيء ومشيوا المراكز التلقيح شديد نصف بالتالي توينسا هما قابلين التلقيح خاصة بعد خطاب رئيس الجمهورية وبعد طمئنته لشعب التومسي وغيره اللي هو أعطاه أكله بصفة كبيرة اليوم يذن الإشكال روح من الحكومة ومن الدولة مش من الشعب الشعب هو قابل إلى التلقيح وكل اللي يحب يلفقه للشعب يحبش يلقه وما فمش أقبال وبرب يلقه وراه وذيه غلطة والشعب مشي لكن ما لقاش تلقيحه بعد ما استنيهوا بالساعات للشموس والسخانة قالوا لهم روحوا معا نش تلقيح يجب الإقرار بأن حكومة هشام المشيشي يعني تقريبا كيفها كيف الحكومة تسابقى لكل عندهم عنوان واحد وهو الفشل وهذه ميزة كبيرة وتتميز حكومة هشام المشيشي بالغاباء الغاباء السياسي حسب عديد المتابعين السياسيين لأنه بصراحة أنه يفتح مركز تلقيح وحيد في ولاية كاملة وجيل عبيد وتشد الصف وتستنى وما تلقاش تلقيح هذا خطأ كبير وخطأ لا يختفر رحضة حيث وزير الصحة فوزي مهدي اللي هو اتصاليا يعني غير قادر على تبليغ الرسالة ثم برش الناس اقترحت عبدالتيف المكي بش يكون هو مكان يعني مكان فوزي مهدي ولكن رئيس الحكومة هشام المشيشي اختار محمد ترابلسي اللي هو وزير الشؤون الاجتماعية حاليا يكون بالنيابة في وزارة الصحة وهكذا يكون الحكومة لحتمة الأرقام القياسية في الوزراء بالنيابة اشتركوا في القناة